موسيقى طبا مساءكم بكل محبة وسرور ألتقيكم في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج ملاعبنا العديد من المحاور التي أحضرها لكم مشاهديننا خلال الساعة القادمة وأناقشها بالسرد الدقيق من مع الزملاء الأعزاء الأستاذ والناقد الرياضي أحمد خليفة حماد والصحفي القدير الأستاذ ضياء الدين علي في الأستاذ أستاذ ضياء مساك الله أبو الخير وحياك الله أهلا السلام وإشاء الله كريم الله يسلمك أستاذنا أبو خليفة حلقة اليوم مليئة بالمواضيع سنبدأها بالهيئة العامة للرياضة والتي تم تعين معالي الدكتور أحمد بن عبدالله الفلاسي رئيسا جديدا لها بعدها ننتقل إلى اتحاد الكرة ونصلط الضوء أكثر على استراتيجية الاتحاد للمرحلة القادمة قبل أن نفتح ملف الأعداد الأخير للمنتخب الوطني لمواجهة العراق الودية وفي ختام الحلقة نقف مع فرسان الغربية ونلتقي كذلك قويض لنتعرف أكثر على المرحلة القادمة لفريق الظفرة أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نأب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بتكليف معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ويختص المجلس بوضع الخطط والبرامج والأنظمة واللوايح الكفيلة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الرياضة في الدولة والعمل على اقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم هذا القطاع في الدولة اذا مشاهدين الكرام نرجع لضيوفنا من جديد وأبدأ مع الكابتن ضياء الدين كابتن طبعا قرار جديد كذلك للهيئة العامة للرياضة تكليف أحمد بالهول لرئاسة الهيئة العامة للرياضة هي حقبة جديدة نقدر نقول عنها للرياضة الإماراتية وتأتي بطموحات وتحديات كبيرة بإذن الله والتي نتمنىها تكون بقيادة كذلك معالي أحمد بالهول إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نقول أن تزامن التغيير مع سنة جديدة وإن شاء الله تكون سنة خير وبركة بنسبة لرئاسة الإمارات بواجه عام والرياضة بواجه خاص يمكن التعيين الجديد جاي في أعقاب سنة سنة سنائية جدا في تاريخ رئاسة الإمارات وكل مناح النشاط في الإمارات بواجه عام لذلك أنا شايف أن المرحلة القادمة فيها كتير من التحديات بتنتظر الهيئة خصوصا أن العام الماضي كان فيه كتير غيبوبة رغم أنفها كما يقال لها وللجنة الأولمبية وكل المؤسسات الرياضية بواجه عام كان فيه حالة من نول التجمد أو عدم الديناميكية في مواجهة كل أنشطة الرياضة فبعد عام استثنائي صعب أعتقد أن العام الجاي فيه كتير من التحديات وكتير من الأولويات اللي يجب إعادة ترتيبها من جديد حتى تكون الرياضة تستعيد مكانها ومكانتها اللي كانت عليها قبل عام الأزمة وعام كورونا المرحلة الجاية أنا شايف أن كان شوية اتظلم فيها عبد الرحمن العويس في أن يكون رئيسة الهيئة في المفترة الفاتحة لأن كان يشغلوا على صعيد وزارة الصحة إلى حد كبير متدعية لكثير من التحديات وكثير من المعوقات التي أعاقت أن يكون بالدور الأمثل على صعيد الهيئة يمكن كان نشاط متوقف وكان الهم الأكبر هو الوصول لبر الأمان على صعيد التدابير والإجراءات الوقائية وأعتقد كان دي موفق فيها إلى حد كبير لأنها كانت تتماشى مع عمله داخل الوزارة لكن خلينا نقول أن العمل على صعيد الهيئة نفسها كان فيه كثير من الجمود والتراخل اللي محتاج أن نستعيده في المرحلة الجاية بشكل كبير حتى نستعيد كل مفصل الحركة الرياضية نشاطها كما كان وكما يجب أن تكون عليه لأن أنا شايف أن الفترة الفاتحة دي سنة الفاتحة دي شهدت أيضا تقاعز كبير من الاتحادات الرياضية في عمل بعض المهام اللي كانت محتاجة متابعة ورقابة ولما حصلت التراخدة هم كمان استمراء الوضع إلى حد ما فكان فيه كثير من الملفات المعلقة اللي محتاجة حسن ومحتاجة أنها تدسس العمل المطلوب في المرحلة القادمة من الهيئة العامة للرياضة استاذية والله أهم حاجة أنها تحط إدها على كل ملفات المعلقة اللي محتاجة استكمال يعني اللي تسمع مدلك من شوية فيه مثلا جامعات عمية لم تتم بنسبة لستة التحادات تقريبا وفيه انتخابات لم تتم وفيه تعيينات بالنسبة للمجلس إدارة جديدة محتاجة تضع الحركة الرياضية على أول الطريق بحيث تستأنف نشاطها كما يجب لأن فترة الجمود اللي فاتت أخرت كثير من الملفات وفيه دورة أولمبية جاية في السكة ومحتاجة تكون مستعدلها بشكل يتناسب مع أهميتها ومع تحضرات الإمارات لها جميل بخليفة كلام عن الهيئة العامة للرياضة اليوم يختص مجلس الهيئة العامة بوضع الخطط والبرامج والأنظمة واللوائح الكفيلة بالتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الرياضة في الدولة يعني فيه عمل كبير قادم كذلك المفروض من الهيئة العامة للرياضة خاصة مع الانتحادات ومع بعض الأندية والتواصل لبعض الإلعاب خاصة في 2021 بسم الله الرحمن الرحيم شوف الهيئة العامة للرياضة مما شك فيه أنها المضلة الكبيرة وهي اللي دائما ننظر تتجه إليها في أي مناسبة رياضية اليوم الهيئة العامة للرياضة يعني عمرها من عمر الدولة مرت عليها 49 دولة 49 سنة مرينا يعني نحن ما بدنا ندخل التاريخينا ما بدنا نتكلم عنها لكن من أيام المجلس على الشهو بالرياضة والتكوينات اللي صارت والتغييرات المسميات والانفصال والاندماج والفصل مع الوزارات مرينا بكذا شكل وصلنا بعقب 49 سنة إلى الشكل اللي وصلنا فيه نحن اليوم في عام الخمسين يعني الخمسين من التكوين الدولة أمامنا تخطيط لخمسين سنة قادمة نرى هذا الشيء دائما في مختلف المناسبات اليوم الحديث عن الخمسين سنة القادمة ووضع الخطط والاستراتيجيات لخمسين سنة قادمة في الجميع المناحي الأول مرة نرى اسم من خارج الأسماء التقليدية اللي مرت دائما على الهيئة عام الشاو بالرياضة اسم سعدة الدكتور أحمد بولهول اسم أسماء جديدة أسماء الشابة من وزير دولة من الدماء اللي ضخت في الحكومة الاتحادية في الفترة الأخيرة وكان لها تأثير ودور في العمل في الماضي اليوم لا شك في أن العمل في الهيئة العامة للشباب الرياضة أو للرياضة طبعا ليس للشباب الرياضة لكن العمل للرياضة العمل مهم جدا وعننا نتكلم عن الهيئة دائما كننا نتكلم عن أوجه نقص موجودة في العمل عن محتاجين أختصاصات أكثر للهيئة تفعيل دور الهيئة نرى أن هناك تمر من أحيان الأزمات الرياضية الهيئة تقف عاجزة عن حلها يمكن أن تطول كذلك أن الهيئة تأخذ قرار فيها وهذا الشيء لا تتكلم عن آخر دورة لكنها تتكلم عن دورات كثيرة حتى في بعض الأحيان أن بعض الاتحادات تصرخ مستنجدة بالهيئة لزيادة ميزانية لزيادة دعم للتنفيذ برامج يعني يمكن العمل الماضي واقف فيها تجد الهيئة واقفة عاجزة عن أو حتى اليوم بعض الاتحادات قد ترجع في النهاية للحصول على حل ترجع للهيئة في النهاية المرجع وهي المضلة وهي المضلة للمضلة العمل وهي التي تشرف على العمل هذا اليوم نحن لاحظنا حتى في الانتخابات الأخيرة أن الهيئة تحاول تطلع من الانتخابات رمت الكرة في ملعب اللجنة الولمبية تشرف على الانتخابات واللجنة الولمبية بعد ردت لهم جاهزية وكذا وشفنا هذا الشيء وهذا السبب يمكن لليوم اتحادات كم ثلاثة او اربع اتحادات وزيادة التي صارت في الانتخابات يعني ما بأكثر والأغالبية ما دخلوا في العملية الانتخابية وحتى الأول حتى العملية الانتخابية لدينا مش مكتملة وفي اتحاد منظورة الحالة أمام لدنا أمام مركز التحكيم هناك عدم وضوح والأمور مماش بسلاسة في الفترة الماضية نحن لا نتكلم عن أشخاص الأشخاص الموجودين كلهم أصحاب خبرة وأصحاب تجربة نتكلم عن عمد وزملاء وكل شيء وأساتذة كذلك في نفس الوقت لكن اليوم نتكلم عن عمد نتكلم عن مسيرة الرياضة في دولة اليوم مسيرة الرياضة في الدولة محتاجة أنها تكون بشكل أفضل اليوم نحن نقول أن اتحاداتنا تعاني في تنفيذ برامجها اتحاداتنا واقفة في كثير من أمور على دعم مالي على شكل من أشكال الموازنات التي لا نستطيع أن يستكملونها هناك اتحادات قادرة من خلال موارد معينة من خلال جهود شخصية من خلال أن نتسوق أو توجد موارد أن تنفيذ فيها برامجها لكن هناك اتحادات عاجزة ونرى هذا الشيء اليوم ومؤثر على مستوى المنتخبات الوطنية في مناسبات كثيرة نتكلم عن رياضات نرى أن كرة القدم محليا لا يأخذ الجو عنها في نفس الوقت هذه الرياضات لا يمكن أن تقدم نفسها بشكل قوي هل هذا السبب أو شأن كذلك لهي العامل الرياضة؟ لا يجب أن الهيئة عامل الرياضة ما دم هي مع التحادات تيليس مع التحادات وتضع خطط للمستقبل اليوم التخطيط العلمي هو أساس أي نجاح لا يجب أن نكون الاستراتيجيات الصحيحة والواقعية هي أساس النجاح لكننا لا نضع استراتيجية ويتغير مجلس الإدارة ويستراتيجية أو لا تكون في استراتيجية ويكون في عمل ننظر إلى العمل المؤسسي لا يجب أن يكون العمل عمل مؤسسي العمل المتواصل العمل لرياضة الإمارات اليوم محتاجة اهتمام أكثر محتاجة شغل أكثر للوصول بها لشكل المطلوب اليوم هي من خلال معالي أحمد بلهول أحمد عبدالله بلهول أنه اليوم ننتظر منهم نقلة للمستقبل ننتظر منهم نقلة في الطريق الصحيح كل ما تتغير المجالس وكل ما أي أشخاص نسمع كلام ونسمع أمور ونسمع أشياء لكن في نهاية الدورة أي دورة من الدورات دائما ننتاج الدورة هذه ننظر نفسنا ما حققنا الكثير ما حققنا نحن ما نقول الإخوان ما يشتغلون يشتغلون يبذلون مجهود لكن نحن محتاجين قفز اليوم اليوم الرياضة محتاجة قفز أشياء تواكب تواكب الأمور الثانية لا أتكلم مع العالم أتكلم عننا في الدولة داخل نواكب نواكب القطاعات الأخرى الهتقاط القطاعات الأخرى حققت قفز بعض الرياضات حققت قفز بعض الرياضات صار لها وجود خارجي صار لها اسم من خلالها دولة الإمارات عرفت صار خرجوا منها أبطال خرجوا منها لكن في بعض الرياضات رجعت للخلف يعني بعض الرياضات كانت في السابق أفضل عن ما هي علي اليوم نحن اليوم نتكلم عن سنة عشرين وواحد وعشرين لما نرجع ونشوفها في الثمانينات أو التسعينات نشوفها كانت في وضع أفضل بالتالي اليوم يعني التخطيط للمستقبل أعتقد أنه يبدأ من الهيئة يبدأ من الهيئة إن شاء الله نتمنى أن نشوف يعني النجاح ونجاح الأخ أحمد معالي أحمد دكتور أحمد بولهول نجاحة في الحكومة الاتحادية ينسحب كذلك إلى الهيئة وينسحب على برنامج إن شاء الله برنامج عمله وهو فريق عمله في المستقبل جميل أستاذ ضياء بس ألك سؤال هل اليوم الهيئة العامة لرياضة من اختصاصها أن هي تضع الاستراتيجيات والخطط للاتحادات طبعا ده الأساس ده صميع عملها خلينا أقول لك حقا مهمة خاحمد يعني أقبع عبر طريق الهيئة في معارضة الإمارات في مراحل معينة ممكن تميز فيها يعني دور كبير أولي الهيئة ومراحل تبان فيها التراجع المرحلة التي كان فيها يعني تعالي لدور الهيئة ودور كبير محسوس جدا في الشارع الرياضي مرحلة كان فيها بتشاركها اللجنة المنوبية فيها كتير الصراع عالميني يكون تصاحب الهيادة الطولة في إدارة الحركة الرياضية الهيئة كانت صاحب يعني هايلامان وسطوة وكان حضورها عالي جدا هي ولجنة المنوبية وكان فيه يعني تجازب إلى حد كبير يعني منوشات فيما بينهم على من يكون له السلطة الأكتر في إدارة الحركة الرياضية وكانت فعلا المنافسة دي لصالح الحركة الرياضية ومؤسساتها في وقت ما في مرحلة تالية يعني تعازم مع ميلاد المجالس الرياضية دور هذه المجالس حتى تسألنا في البداية هل هتسحب منهم البساط ولا ماذا لكن خلينا نقول بصراحة نحن دلوقتي بينا بنعاني فعلا من غياب دور الهيئة واللجنة كما كان عليه في الحال في السابق وأصبحت المجالس الرياضية فعلا لها سطوة ونفوذ كبيرين في إدارة كل مفاصل حركة الرياضية أنت لو عملت الدراسة تحليلية بالكم والكيف العدد مرات صدور قرارات للهيئة أو للجنة الأولمبية في آخر سنتين بس هتلاقي بالمقارنة بالمجالس الرياضية هتلاقي المجالس الرياضية مثلا كل أسبوع فيه خمس ست قرارات أو ست فعاليات أو سبع مبادرات من جانبها في غياب تام أو شبه تام من الهيئة ومن اللجنة الأولمبية أنا مش عايز أقول أن هذا توضع طبيعي لكنه استثنائي جدا ومحتاج مراجعة يمكن سؤالك الأولاني كان إيه المطلوب لهم مرحلة جاية لأ مطلوب من الهيئة أو اللجنة نحس بيهم أكتر ويبسطوا يعني مظلتهم على المؤسسات الردية بشكل فعال وقاوي يستشعروا كل المؤسسات بحيث يباني أن هي اللي بتخطط وهي اللي بتدير وهي اللي بتتولى زمام الأمور من ضمن الحاجات اللي حصلت في الفترة الأخيرة أنه بقى فيه تنازلات من الجهتين لصالح حقيقات أخرى كما لو كان للمسئولية كبيرة عليهم وعادينا تخلوا عنها يعني أنا شايف حتى الجماعات العمية أن نوليها هي قرارها أو تكون صاحبة الرأي في جزئية استمرارية بعض الأعضاء من عدمها أو الرؤساء من عدمهم أو أن هي اللي تخطط لكل الأدوار يمكن أن هذه أدوار منوطة بالجماعات العمية عموما ولكنها بالنسبة للعور في الرياضة الإماراتية لم تكن منوطة بها فكان فيه عدم إحساس بها كما يجب فالفترة اللي فاتت حسنا أن هناك فعلا غيبوبة وعدم سيطرة على مقاليد الأمور جميل إذن في الإدارة لا يمكن البدء في أي عمل من دون وضع الاستراتيجية الواضحة للمرحلة القادمة والتي يعمل عليها الجميع حتى في حال رحيل من قام بوضعها اتحاد كرة القدم الحالي عرض استراتيجية المرحلة القادمة على الاتحاد الدولي يوم أمس ولعل أهم المحاور فيها العمل على تعزيز السمعة والارتقاء وتسويق كذلك المسابقات المحلية استراتيجية الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في الفترة المقبلة رسمت على هذه الألواح وحملت معها رؤية الاتحاد الحالي من أجل الوصول بالكرة الإماراتية إلى مستوى آخر الاستراتيجية الجديدة لاتحاد راشد بن إحميد تشمل على ستة محاور هي المنتخبات ومراحل بنائها المشاركة المجتمعية التفاعل الجماهري والتسويق الأندية والمسابقات أنشطة كرة السيدات كرة الصلاة والشاطئية والعمل على تعزيز السمعة العالمية للكرة الإماراتية الاستراتيجية تمام ناقشتها في جلسات خلوة كرة الإمارات في يوليو الماضي وتهدف لتطوير عمل مختلف الإدارات التنفيذية بالاتحاد بما يتماشى مع أهداف مجلس الإدارة الحالي كما تم الاستماع لأراء الخبرات الوطنية والدولية ودراسة كافة مقترحاتهم وتوصياتهم بالإضافة إلى أنه تم مناقشتها يوم أمس مع جاني أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مساعي المنظومة الكروية الأولى في الدولة قد لا تتوقف من حيث تنظيم المؤتمرات والمبادرات وورش العمل آخرها كان صباح اليوم والتي اختصت بشرح مشاريع فنية ومستقبلية وبلغ عددها أحد عشر مشروعا بداية من الأكاديميات مراكز التدريب دور المدارس المنتخبة الوطنية تعليم المدربين حراس المرمى الإعداد البدني التدريب الذهني تحليل المباريات والتدريب العلوم الرياضية والتغذية والدعم الضبي كرة القدم النسائية كرة الصلاة والكرة الشاطئية وهنا ربما نلتمس جزءا من الاستراتيجية الكاملة التي توفر لها جميع المقاومات للنجاح خصوصا في دولة مثل الإمارات والتي أضحت في الوقت الحالي قبلة لجميع الاتحادات الرياضية المواهب موجودة البنية التحتية تعتبر من الأفضل على مستوى القارة والعالم الدعم المالي والمعنوي تسخير كافة الجهات ودوائر الحكومية على رأسهم المنظومة الإعلامية لدعم رحلة المنتخب الوطني الأول في التصفيات أيضا موجودة إذن علينا قبل كل شيء النظر إلى ما ينقصنا والبحث عن المشكلة الفعلية ومحاولة معالجتها لأننا نحتاج في هذه الفترة بالذات إلى أن نرى نتائج هذه الاستراتيجية التي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة وبمعنى آخر علينا أن لا نكتفي لوضع الخطط والعجز على تنفيذها على أرض الواقع ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين الكرام نعود إليكم من جديد أستاذ ضياب أريد أن أتكلم على المحاور التي هي محاور استراتيجية اتحاد كرة القدم التي هي المنتخبات ومراحل بنائها المشاركة المجتمعية التفاعل الجماهيري والتسويق الأندية والمسابقات المختلفة وكذلك أنشطة كرة السيدات والصالات والشاطئية العمل على تعزيز السمع العالمية للكرة الإماراتية كلها لو تلاحظ ضمن خطة عمل إتحاد الكرة ببقى عام لكن كلها كل نقطة من دول ممكن تجد تحتها أكثر من باند ممكن يكتم تفعيله من مرحلة جاية من خلال مبادرات وبرامج وبراش وحاجات زي كده لكن لن نختلف على ما هي هدف المنطب بالتحاد الكرة حتى يتم تحقيقها محليا ودوليا فأنا شايف أن الأهم من وضع الخطة على الورق أو أنها تكون موجودة ضمن ملف أمامنا أن كل باند من دول يأخذ حقه من التنفيذ الميداني على صعيد مبادراته كيف أنكم يأخذ حاجة؟ بالتفعيل تنفيذ تقصد؟ تنفيذ هذه المبادرات وجعلها على أرض الواقع من خلال إدارات تنفيذية قادرة على تحولها من فكرة إلى واقع وأهدافنا يتم الوصولها تدريجيا ونحس بيها على مستوى الشرع الرياضي ما بقاش الكلام طول الوقت نسمع منصات كتير قوي للطرح الأراء والأفكار والرؤى لكن تلاقيها عند التنفيذ مش محسوسة بشكل كافي الورش كتير والمؤتمرات كتير والمبادرات كتير وكلها كلام جميل جدا على فكرة يعني يمكن أنا أفكر في كل يعني حتى في الاتحاد السابق عندما أخ مران بغطا جي وبرضه عمل ورشة كبيرة لإستقراء الأفكار والموضعات وكان كتير فيه أفكار مطروحة على مهلة البحث من خلال اللقاء موسع لكن خلال العمل في الأربع سنين بعد كده ما حسناش أن الحاجات دي موجودة بشكل عالي أو الأقل نحس إيه اللي تترجم منها على الأرض الواقع نحن متفقلين جدا باسمه الشيخ راشد وفي نفس الوقت يعني حابين أن كل الأطروحات اللي تمت السابقة واللاحقة تكون موضع التنفيذ ولو واحد منها وثم الثاني ثم الثالث ما نبقاش جملة أهداف نرصها أمامنا كثيرة كده وفي الأخير نلاقي أن اللي بتحقق منها على الأرض الواقع متشعب أو مش محصوص به يعني يمكن فكرة فكرة يبقى فيه مشروع واحد على الأقل وطني ونجري وراء كلنا ونحققه ثم يجيب بعده الأهم في الأهم واكد جميل بوخليفة الاستراتيجيات أو الاستراتيجية اللي وضعتها اتحاد الكرة ونالت إشادة كذلك من الاتحاد الدولي طبعا والرئيس كان موجود في المرحلة المقبلة أستاذ ضياد دين قال نحن نحتاج إلى تطبيق وتنفيذ هذه الاستراتيجيات اللي نحن دائما يعني نسمع عنها ودائما نشوفها كذلك على الورق لكن نتمنى أن نشوفها وكذلك على أرض الواقع نحن نحن أول مرة نسمع أن هناك استراتيجية موجودة يعني حتى الاتحادات اللولية كانوا يتكلمون عن استراتيجية لم تكن موجودة يعني أو ما شفناها وما كنا نعرفها الآن أول مرة نعرف أن الاتحاد هذا قام بتجهيزة استراتيجية ويمكن أول ظهور لها بعرضها على جونيو مفنتيني على الرئيس الاتحاد الدولي في أول ظهور لم نكن حتى كنا نعرفين نحن موجودة استراتيجية مهم أنه مدام أن في استراتيجية هذا شيء طيب وهذه خطوة للأمام ما كانت موجودة في السابق اليوم أي استراتيجية محتاجة إلى تنفيذ لأن أنت ممكن تحملها استراتيجية ولممكن تحملها وما تطبقها وما تربط عملك بالأستراتيجية اليوم بالأستراتيجية كما إنه blue محاور كثيرة الأخوان في التحاد الكرة غطوها من هذه الاتحادات تحتاج إلى برامج تنفيذية وتحتاج إلى خطط معينة للتحقيق كل محور من المحاور وكل محور من المحاور يعتقد أنه يختص سواء الاتحاد أو حتى الأندية هناك أطراف لتحقيق الاستراتيجية هذه لا يكون منطقة فقط بالاتحاد الأندية يكون لها باع كبير في تنفيذ هذه الاستراتيجية فلابد من ربط هذه الاستراتيجية بالأندية وشرح حتى البرامج التنفيذية للخطط الاستراتيجية شرحها للأندية وتحديد أدوار دور كل هيئة من الهيات والاتحاد أو نادي وين دوره وين نقطة الالتقاء ما بين الأدوار كلها وبالتالي عندما تقيم الاستراتيجية سواء تقييم سنوي أو حتى تقييم بعد نهاية فترة الاتحاد أو قرب نهاية فترة الاتحاد يكون تقييمك بنا على أساس موضوعية اليوم ما يمكن أنك أنك تحط استراتيجية وتحط محاور وتطلب من آخرين تنفيذها لا بد أن يكون التنفيذ عندك أساسا بس مع أدوار للجهات الأخرى الجهات كشركاء لك نعم كشركاء في بعض الأحيان مثل التسويق هذا دور محل دور كامل للاتحاد لكن عندما تتكلم عن المنتخبات الوطنية طبعا الأندية لا بد أن يكون شريك في هذا لأنك تعتمد على مخرجات الأندية في تكوين المنتخبات إذا لم تكن لديك مخرجات قوية من الأندية لا تكون منتخباتك بشكل مطلوب وهذا دور كذلك مخليفة دور اللجنة الموجودة اللي هي لجنة الاستراتيجيات برئاسة خلفان بالهول مع التواصل مع الشركاء اللي أنت ذكرتهم سواء الأندية الجهات المعنية الجهات المختصة بهذا الموضوع نعم أنا كنت اليوم تتكلم عن كرة شاطئية كرة شاطئية كانت موجودة وانتهت كيف أنك أنت بتشجع الأندية على العودة من جديد العودة من جديد كرة الصلاة مستمرة ونشوفها حتى بعدما كان فريق واحد صار فيها دوري الشباب كان دوري الكبار أو دوري الرجال اليوم أصبح دوري الشباب هناك مثل ما تقول هناك قاعدة موجودة لكن شاطئية كانت موجودة وليس موجودة اليوم في الوقت الحالي فبنت أنت لابد أنك تتجه إلى جهات ثانية سواء أندية أو حتى أندية خاصة إلى جاليات لتكوين هذا النشاط مرة ثانية شيء أنا المرتاح لأنه فيه استراتيجية وفيه عمل وفيه بعد كذلك شخص قادر على أن يمشي بالاستراتيجية هذه مثل ما وضعها ووضعها يمشي بها خطوة خطوة في التطبيق بس لابد من مشاركة الجميع في تطبيقها لابد من قناع الجميع في تطبيقها بس عفوا أن اليوم نحن يعرف أن الخطط أو الاستراتيجيات دائما تكون طويلة الأمد الذي نتمنى والذي نقول لابد أن يكون اليوم اتحاد الحالي وضع هذه الاستراتيجية لابد كذلك من يكون في الاتحاد القادم الأندية وغيرها كذلك تمشي على هذه الاستراتيجية ونرجع نحن نبتدي من أول جديد صحيح هذا كلام صحيح اليوم أنت بس هذه الاستراتيجية والخطط موجودة قد يحدث هناك تعديل فيها لكن على الأقل عندك شيء الأساس الأساس موجود عندك الهاجة موجودة يحدث انحراف في التطبيق يحدث قصور في التطبيق قصور في بعض البرامج تحسين والتطوير للأستراتيجيات وتحسين والتطوير للخطط هذا مطلب بيكون مستمر اليوم مثل ما قال بوزياد مشروع قومي إذا تبنينا أي مشروع كمشروع قومي لا أعتقد أنه مدته تكون سنة و سنتين بيكون على الأقل مدة عشر سنوات اليوم يمتع عند الحكومات المحلية و حتى الحكومة التحادية وتشوف الاستراتيجيات التي تطبقها للحكومة تتكلم عن عشر سنوات تتكلم عن خمس عشر سنة تتكلم عن فترة طويلة خلال الفترة هاي يحتى التغيير في الحكومة صحيح يعني بعض الوزراء يغادرون بعض الوزراء يدخلون بعض يتغيرون لكن الخطة والاستراتيجية مستمرة مستمرة تتحسن وتتعدل وتتنقح و بس تبقى موجودة في اليوم أنت اليوم الاتحاد الاتحاد الأخوان الموجودين اليوم يعني بعد أربع سنوات مية في المية بيكون لك اتحاد جديد سواء الأخوان هذين استمروا بعضهم أو كلهم و كذا لكن يعني خنا نقول بيكون عندنا مشروع مستمر مستمع مستوى الاستراتيجية هاي يعني احنا ما بعارفين ما بعارفين تفاصيلها احنا ما بعارفين حتى مدتها كم هل هي مدة الأربع سنوات هل هي الأكثر هل هي احنا ما بعارفين انا مثل ما أقولك احنا أول مرة نسمع منها و اول ظهور الاستراتيجية بعد ما نعرف نعرف مدتها على الأقل هنا تتضح لك أمور كثيرة والنقطة التي ذكرتها كذلك بخليفة نذكر في 2017 يمكن المهندس مروا مغليطة كذلك التقى بالإعلاميين إذا تذكر باستاذ ضياء وكان فيه ملتقى كامل وضع استراتيجية اتحاد الكرة إذا ما كنت مخطئ عشرين ثلاثين أو 2017 حتى عام 2030 واليوم نحن ندخل لفين عشرين واحد وعشرين استراتيجية كذلك أخرى فنحن الأساس سعدنا أن نبقى على استراتيجيتنا لكن بتغيير بعض الأشياء اللي نحتاج نحن نغيرها لأن نرى المحاور هذه لا بد أن تكون أدوات قياس بناء على أدوات القياس هل أنت تعرف اتجاهك هل أنت منتجه صحيح هل أنت بطء هل أنت أسرع عن مهون مطلوب أدوات القياس طبعا يمكن أن الأخوان يسمع الموجودين في الأندية ويتكلمون عن المحاور ومحور ومحور يتكلم عن تسويق مع أصحاب الاقتصاص في الأندية ويتكلم عن منتخبات الموجودين في الأكاديميات ومسؤولين كذا أنت تحط لك أدوات قياس بناء على التفاق الجميع الجميع يتفق عليها ويتبت عن مبادرة تكون من الاتحاد لأن الاتحاد هو صاحب الاستراتيجية الآن ندياتنا وليس ناتي لديه أي استراتيجية حتى نكون مواضحين وليس ناتي حتى تربط استراتيجية الاتحاد باستراتيجية الأندية اليوم بعد استراتيجية الاتحاد المفروض الأندية أو شركات كرة القدم تتجه لوضع استراتيجية خاصة لكن ما علي هل كان важا Kate موجودهم هل كان بينك وبين الأندية في اجتماعات في ورش في ملتقى؟ لا أعرف. تم أكتر من لقاء قبل بتم إعلان الاستراتيجية من خلال آخرهم كان حديثا من يومين يعني اللقاء على مستوى المدربين والفنيين في الأندية بحيث تكون أفكارهم محل التنفيذ في الرؤية اللي جاية. خلينا أقول لك حاجة أخا عمد فكرة الاستراتيجية والخطة كلها المعاني ممكن على فكرة المسلمة يخدنا شوية أو يخدعنا لكن في الآخر هي خطة ومستقبلية خمس أو عشر سنين. المهم يعني على الأرض الواقعة تلاقي لها برنامج أو آلية زمنية لتنفيذها. والأهم من هذا كله أن يكون فيه يعني آليات المتابعة والرقابة. بحيث تتعرف أنت يعني رايح فين و جاي منين. وهل تم فعلا تنفيذ جزء منها وبقي قد إيه. ويكون اللي وسط الرياضي ملم بها وعارف بتفاصيلها. بحيث يتابع هو كرأي عام حتى من خلال الإعلام يعمل الدور الرقيب بشكل أو بآخر على تنفيذ الخطة. أنت تقصد هنا التفاصيل وليس عنوين. التفاصيل يعني يكون لكل شركاء في تنفيذها. يعني الإعلام إذا كان شريك فيها هيبقى دوره رقابي من خلال الرأي العام ومن خلال التوعية بها. ورقابة الأداء على المؤسسات الفعيلة فيها. في الأول وفي الآخر نحن كن لنا شركاء وفي قرب واحد. فتلازم زي ما أنا شريك في إعدادها أكون شريك في تنفيذها في الرقابة عليها. يعني دي 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 ده جزء مهم أول في العمل الاستراتيجية. وبعدين المرحلة الجاية محتاجة أن الكل يضع في أيدي التاني بحيث فعلا ما تكونش الأمور كلها منطبة باتحادة الكرة واحده لأنه مش هيعملها لوحده. وخلينا أقول لك مع معلومة صغيرة أنا بحكم الواحد متابع كذا مرحلة في تاريخ كرة الأمارات. يعني أنا مضمن لكش ولا أي حد فينا يضمن أن الإدارة الجاية لاتحادة الكرة تيجي تعمل استراتيجية جديدة. يعني نحن كدور الوقت بنسمع عن خطط جديدة في كل مرحلة أو كل إدارة جديدة تيجي. لكن ليه بيتم يعني نقد الأديم ونبني على استراتيجية جديدة. من أول جديد. الأهداف مش هتغير كتير على فكرة يعني أنك تحط هدف أو تصيغ هدف للمستقبل. ما فتكرش هتختلف. ما بتطلع من هذه المنظومة. يعني ما فتكرش هنروح في حتة بعيد. يمكن بنختلف ساعات في آليات تنفيذ. يعني مثلا أنا أذكر في أيام إدارة السركاء. ثم من بعد إدارة ترميسي. كان في يعني عالم مرفوع كبير قوي وراية بالنسبة للإيطاء الفرصة للمدرب الوطني. وقعد دورتين ثمان سنوات يعني العمل ده ونوض بهم. وفعلا كان فيه طفرة على صعيد المدرب الوطني ودوره يعني في المنتخبات. فجأة لدى نحصر أو يعني تراجع بشكل كبير. ودلوقتي بترجع تدى دور عليه ثاني. فإذا نحن ندور في حلقة. بنرجع لها ثانية نقطة ندور فيها. إحنا محتاجين يعني نضمن أن المؤسسة التي تعمل على إدارة الكورت والإمارات. ما تجيش إدارة جديدة. تغير. تغير اللي بدوهم فيه. نعم. أتفق معك باستاذ ضياء. وإن شاء الله نستمر في الخطة الاستراتيجية الحالية لسنوات كذلك قادمة. قبل محطة أسود الرافدين الودي يوم الثلاثاء القادم. هناك تطلعات ومساعي وإيجابيات. نسعى للخروج بها من هذه المحطة الودية الرابعة. للأبيض بعد استيناف النشاط الكروي والأولى مع مارفك بعد عودته لقيادة المنتخب الأول. ماذا نريد من مواجهة العراق يوم الثلاثاء القادم؟ وما هي أبرز الإيجابيات التي ننتظرها من موقعة منتخب يعتبر من الأقوى في قارة؟ وللرغبات من المباراة الودية الرابعة لمنتخبنا في الشهرين الأخيرين يريد فيها مارفك أن يقف جديا وأمام عينه على تطور مستوى اللاعبين ومن تم استدعائهم للأبيض. وثاني تطلعات هي عدم خروج اللاعبين من رتم المباريات والاستمرار بها كفريق متجانس واحد خاصة أن هذا التجمع يشهد استدعاء بعض الأسماء الجديدة والتي غابت عن المعسكرات الماضية. ومن الأمور الأخرى التي يريدها الهولندي من محطة أسود الرافدين التعرف على ملامح تشكيلة المنتخب وأبرز الثغارات ليحلها وليرسل فرقه الفنية لمشاهدة من يمكن لهم سد هذه الفراغات من دور الخليج العربي. محطة ودية جيدة لللاعبين والجهاز الفني وخاصة أننا طالبنا في الفترة الأخيرة بخوض مباريات تحضيرية أمام منتخبات قوية يمكن لها أن تجاري الأبيض. وتظهر سلبياتنا كما فعل المنتخب الأسبكي وبعده البحريني. وهما من أظهر الثغرات والسلبيات في تشكيلة بيتو التي جعلته يرحل سريعا. اليوم صفحة جديدة فتحناها وأي تجمع ومباراة ودية نريد أن نستفيد منها لأبعد حد ممكن وخاصة في ظل الضيق الزمني الشديد قبل دخولنا للتصفية الأسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. المعسكر الحالي المقام في دبي يمثل أهمية قصوى كونه الأول في عهد المدرب مارفك في محطته التدريبية الثانية مع المنتخب. ودون هذا السبب يعتبر هذا التجمع هو الأطول مع بيرد فان. وغير هذا لا يملك العجوز الهولندي سوى تجمعين قصيرين حتى موعد مباراة ماليزيا بالإمارات يوم الخامس والعشرين من مارس بدوره المنتخب العراقي الذي اختار من دولة الإمارات كمحطة اعدادية له ويخوض فيها مباراته الودياء الثالثة في ضرج خمسة واربعين يوما يسعى بكل قوة وهو يفتقد لبعض الأسماء المتواجدة في الدوريات الأوروبية إلى أن يحضر نفسه جيدا علما أنه يخوض محطة التصفيات في المجموعة الثالثة النارية التي يتصدرها بأحد عشر وضم البحرين وإيران لذلك هذه المباريات الودية تعتبر ذات أهمية كبيرة لمنتخب أسد الرافدين ولكن نتمنى أن تكون الفائدة أكبر لأبيض حلمنا ترجمة نانسي قنقر مباراة منتخبنا أبو خليفة مع المنتخب العراقي المباراة الودية هي المواجهة الوحيدة الودية الوحيدة للمنتخب ممكن تكون بعد ما حسب ما عرفت أنه كان ممكن يكون في دورة ودية لكن مارفك اكتفى كذلك في هذه المباراة ويكون في تجمع توقع في فبراير المقبل كنا ننتظر يوم الثلاثة ونبقى نشوف شكل المنتخب هل فيه ممكن يكون تغييره وفيه طمئنان نوعا ما عند الشارع الرياضي صحيح نحن بدأنا صفحة يديدة ننسى كله السابق يعني وبدأنا صفحة يديدة لأنه خلاص مارفك موجود مجموعة لعبين تم اختيارهم يعني ما فرضت عليه يعني مثل ما كان بنته في البداية يو حصل أسماء معينة ما يعرفهم اليوم مارفك التعامل مباشر مع أغلب الأسماء الموجودة الأسماء الموجودة الجديدة الدخلت علي شافها عرف عنها شايف أنها قبل وشافها في الفترة القصيرة اللي كان موجود فيها هنا يعني خلنا نقول اليوم صفحة جديدة كاملة مع مارفك لا شك أن هنا الأدوات الموجودة اليوم مع مارفك يمكن من ناحية الهجومية شوي أفضل عن السابق يعني عن السابق اليوم نحن مثل ما تتفضلت الناس كلها تنتظر يوم الثلاث عشان تشوف شكل المنتخب تشوف تشوف فكر مارفك تشوف تشوف تشكيلة مارفك بالذات يعني في الفترة القادمة المباراة بتكون مهمة كأول خطوة كأول خطوة لا تنسى أن آخر ثلاث مباراة حين لعبناها ما كنا جيدين فيها خسرنا إزباكستان ومن البحرين وما كان في رضا على المنتخب وفزنا على تاجكستان عقب ما كنا مغلوبين كنا مغلوبين وفزنا على تاجكستان فما كان شكل الفريق وما كان أداء مقنعة وما كان أشياء كثيرا مقنعة وهذا السبب يعني في تغيير الجهاز الفني اليوم نحن الإقناع في الشكل وفي الأداء أعتقد مهم جدا للشارع الرياضي أن يقتنع بشكل المنتخب طريقة أداء المباريات التشكيلة وبغض النظر عن النتيجة النتيجة مهمة كذلك لكنها بتي في الأولوية الثانية ما بتي في الأولوية الأولى الأولوية الأولى اليوم هي الأول مباراة مع تشكيلة جديدة مع مدرب قديم لكن النتيجة مهمة ما بقول كلاما مهمة لا لكن كنت اليوم في مباراة مثل بغض تاجكستان نحن نفزنا فيها لكن استقبلنا هدفين يعني في النهاية ومستوى ما كان مطمئا ما كانوا يتميزين يعني مباراة الأولى أوزباكستان ومباراة الأخيرة مع البحرين مباراة هدفين ومباراة ثأثى أهداف ومباراة هدفين في أوزباكستان فمعنا أنها مشكلة في خط الدفاع مع فرق يعني خلنا غير طبعا نتكلم عن البحرين مستوى ثاني لكن نتكلم عن طاجكستان وتسجع عليك هدفين وتفوز أنت بثلاثة بس يعني فرق هدف فايز مع احترامنا لكل الأمور لكن هناك فارق في المستوى وهناك فارق في الرانكينج بيننا بين طاجكستان فأنت اليوم عندنا مشكلة في الدفاع مارفك على عمل مجهود كبير أن يضبط هذه المنطقة منطقة المدافعين من المرحلة الأولى منطقة المدافعين والمنظومة الدفاعية المنتخب دائما كانت فيها معانا دائما فيها معانا اليوم هذه أساس العمل يمكن يمكن وضيفت له أسماء في الناحية الهجومية أسماء جديدة لكن في المنطقة الخلفية هم المدافعين تقريبا هم هم اللي كانوا في المرحلة مارفك السابقة فبالتالي هذه المنطقة مهمة جدا اليوم في أداء المنتخب أمام منتخب العراقي المنتخب العراقي منتخب محترم منتخب قوي يعني بيكون تجربة صحيحة وتجربة مفيدة لقياس مستوى منتخبنا فيها فيها التجربة أنا أرجع وأقولك هذه بداية صفحة هذه بداية صفحة أمامنا تجمع أربعة أيام وأمامنا تجمع ثاني 12 و13 يوم يعني نحن نرى في اليوم العمل اللي تم خلال الفترة هذه مع مارفك مارفك استكفى بمارة وحدة وأكيد أن لأنه كان يبغي يكون مع الفريق أكثر تركيز من ناحية الخططية ناحية التكتيكية اليوم العمل اللي قام بمارفك خلال الفترة الماضية تطلع بداياته وآثاره في الامبارة هذه وأمام من؟ أمام منتخب قوي الحمد لله نفتكنا من المنتخبات الضعيفة التي كنا نلعب نلعب إياها ونفوز ونستانس ونفرح فرحة كاذبة لأنه في اليوم ندخل في المبارات الرسمية لم نكننا جيدين لكن اليوم نلعب مع منتخب منتخب العراقي يكشف كثير من السلبيات يكشف الكثير من النقاط الضعف التي محتاجت تقوية في المرحلة القادمة جميل أستاذ ضياء إذا تكلم عن مباراتنا الودية يوم الثلاثة بالإضافة إلى نقطة ثانية هل من المباراة هذه والوحيدة ممكن تكون للمارفك ممكن تكون الرؤية واضحة كذلك للشارع الرياضي أو صعب والله جمهور الشارع الرياضي سيبص للتجربة على أنها نمرقم أربعة وليس رقم واحد هذه النقطة الوحيدة التي ممكن أختلف مع أبو خليفة فيها أنا لا أعتبر تجربة أولى بالنسبة المنتخب بالنسبة لنا منتخب هو نفس المنتخب الذي لاب مع تاجكستان وأسباكستان ومع البحرين والتحضيرات كانت لنفس البطولة وبعدين اللي أكت فيه كلام أبو خليفة أن فعلا أنت عمرك لا تخداعك النتائج خالص الجمهور حتى لو أنت خسران بس الفرقة ما يعنيك بأداء مقنع وممتع لا تبص على نتيجة لكن أنت تبص على نتيجة إمتى لما تلاقي خداعة وممكن تخداعك وتخليك تغترب قدرتك من غير وجه حق يعني يمكن الراكنج على المنتخبات بيخداعك برضو أن تلعب مع فريق مغروب على أمره أسويا وتحقق هي كبيرة لكن حتى مع طواجكستان وهي كانت 22 على مستوى أسيا ما عملتش النتيجة المبهرة لتقول الفرق كبير بين المستوى متحقق بنخلل النتيجة ده حتى الأداء ما كانش مقنع بينما في الكفاية فإنت محتاج يعني اللعبة مع منتخبات كبيرة طول الوقت وليس بعض الوقت محتاج مع منتخب زي أماني لعب معامر الجاية نحس بتحسن يعني لسخصية المنتخب بالمقام الأول لأن نحن طول الوقت يمكن أن نقول أن هناك مدرب راح ومدرب جاه لكن فعلا المنتخب بالنسبة للجمهور واحد يعني في الآخر أقول المنتخب عناصر هي تقريبا فالمدرب الجديد لا يفعل عصائص سحرية سيغير الكون وهذه النقطة التي تتكلم كيف تشعر بيتحسهم المباراة أنا أحس بإحساس زيادة بالمسؤولية من ناحية اللاعبين اللي هم ينجحوا المدرب أو يفشلوا على فكرة يعني لو اللعيبة نفسها تفانت في أداء واجبها وتعاونوا بشكل عالي جدا في تنفيذ خطة المدرب في الموضوع هتلاقي شكل ناتج مختلف كليا الروح والتفاني في الأداء بيدي للمنتخب هوية مختلفة كليا لو الجمهور حس أن فيه روح في الملعب وناس بتتفانى وحريصة أنها تعمل نتيجة عالية وأداء يعني فيه كتير يعني إخلاص في الأداء وسرعة وديناميكية كل الحاجات دي معاني بيحسها للمشاهد أو المتفرج من الوهدة الأولى مثلا إزاي ترجع المبارات يعني إزاي تنفس تفكر مدرب إزاي حريصة على أنها تحقق الفوز يعني كل واحد في مركزه يتفوق وعلى شكل العام الفريق يقوم بدور في تبادل المركز مع رضوهم ويقوم يؤدي تنفيذ الخطة كما يقب جبيل نطوي صفحة المنتخب وبانتظار بإذن الله المباراة القادمة وكلنا تفاعل تغييرات عديدة في القيادة الفنية لفرسان الغربية محمد قويض يأتي كمدير فني للفريق الأول ويستعين كذلك بخدمات بدر الإدريسي كمدرب عام للفريق ومساعدا له جميع ما ذكر لهدف واحد فقط هو تعويض حالة التراجع التي يعيشها الظفرة بعد رحيل فوق رازوفيتش المدرب السابق على ما يبدو أن طموح إدارة فريق الظفرة هذا الموسم تعد احتلال الفريق مركزا في المناطق الدافئة أو التنازل عن الإنجاز التاريخي في الموسمين الماضيين عندما بلغ المشهد النهائي لكأس رئيس الدولة وما أكد هذا وذاك إقالة المدرب السربي أليكسندر من مهامه كمدير فني لفارس الغربية حتى وإن أكدت إدارة النادي على أن النتائج السلبية للفريق لم تكن السبب الأول وراء إقالة المدرب لكن هذه الصفحة طويت ومرحلة جديدة بدأت مع المدرب السوري محمد لقويب الذي جاء لتحقيق الرؤية المطلوبة وهي خلق فريق ذو أسلوب لعب واضح بناء على وضع طريقة لعب مناسبة توديع البطولة الأغلى أمام الشارقة ربما هي القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة للصربي لكن على الجهة الأخرى خط نتائج الظفرة في بطولة الدوري متدب حيث استقر الفريق بعد الجولة الثانية عشرة في المركز العاشر وهو الأقرب لرباع القاع برصيد خمس عشرة نقطة وبواقع أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وخمس هزائم علما أن الفريق أنهى موسم 2018-2019 بذات المركز وبرصيد تسع وعشرين نقطة وهو ذات رصيد النقاط الذي خرج فيه فارس الغربية خلال الموسم الماضي الملغي أي قبل نهاية الدوري بسبع جولات وهنا نلتمس سهم طموحات إدارة النادي التي لا تريده أن يعرف الانحدار والذي تمثل هذا الموسم أيضا مع توديع الفريق لبطولة كأس الخليج العربي من الدور الأول ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين الكرام نعود إليكم من جديد والآن ينظم إلينا كذلك عبر الهاتف الكابتن والمدرب محمد قويض المدير الفني لفريق الظفرة لكرة القدم كابتن محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا سيد أحمد ومس على ضيوفك الكرام حياك الله ومس النور عودة جديدة كذلك لكابتن محمد قويض لقيادة الفريق الأول من جديد بعد طبعا خروج الفريق من بطولة كأس رئيس الدولة وكذلك كأس الخليج العربي للمحترفين أتوقع اليوم الهدف واحد هدف الإدارة والجهاز الفني كذلك الجديد هو الفوس في المباريات وتغيير المراكز الموجود فيها فريق الظفرة كابتن محمد بداية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بدي أعمل لك فس شوي مقدمي أنا ماني غريب عن نادي وكنت متواجد من نادي يعني متواجد من نادي من 2008 ممكن كنت روح مثلا في روح دربت الوحدات الأردنية دربت العراق ولكن كانت المحطة الأخيرة طبعا بعد الحرب السورية هي محطته وبيته اللي أعتبره بيته الثاني هو نادي الظفرة بعد نادي الكرام السوري أنا متواجد إن كان بوضع استشارة أو باللجنة الفنية أو بأي استشارة كانت أنا متواجد بالنادي حتى سبق ودربت الفريق قبل سنوات ولكن كان عند المبسل الماضي دورة لبروغ بالبحرين غربت فيه عن الفريق ولكن أنا طالما موجود بالإمارات بأبظري أنا قلبا وقالبا مع الفريق الشغل الثاني أنا بقول يعني السلامة المهمة يعني صارت مفاجأة للجميع طبعا المدرب السابق قدم أداء جيد وجبنا نقاط جيدة أنا بأعتبرها ولكن خلاف ما هو الخلاف عن نقاط أو خلاف عن مباريات في خلاف بسيط يعني ما فيني يعني بيقولت أهل النادي أو المسؤولين أو رئيس النادي أو رئيس الشرك هو اللي بيحكي يعني أنا بعرف كان في عند الاجتماع قيم كل الأشياء ومن بيناته في أشياء اختلفوا عليها بس ما هي النتائج اللي خلت أنه الإدارة النادي تستغني عن المدرين فجأة أنا يعني حتى كنت بالاجتماع بغرفي وأنا بغرفي تاني طبعا وفتها باللجنة الفنية بشوف أنه إدارة النادي ورئيس النادي ورئيس الشرك أنه بدك تكمل المرحلي طبعا يعني أنا بعدها مهمة تكليفية وبتشرفية بالنسبة إليه وأنا متواجد مع الفريق وأنا حضرت الفريق بالفترة السابقة بعدما انتقل المدرر فوك للادي الوحدي صار في فراغ هنا سلمنا أنا والجهاز معاون الفترة التحضيرية بعدين اتعقدوا مع المدرب نفسه إيجا قعد بالحجر مدد 15 يوم أنا مشيت بالتحضير حتى دخلت أنا مباراة لأهلي ضمن كأس الخليج وتعادلنا فيها ببي واحد واحد كنت أنا المدرب المهم أنه أنا ماني غريب على الفريق وكلهم بعرفون حتى من 2008 إلى 2010 وهذا أمر أمر معروف كابتن محمد للجميع سواء الإعلامة والجمهور بأنك أنت ليس غريب على نادي الظفرة وحتى الفريق الأول لكننا نتكلم عن المرحلة الحالية والمرحلة القادمة المتبقية كذلك لفريق الظفرة في الموسم في نقطة بدي أحكيها سيد أحمد فضل الناس يقولون مثلا أنت مدرب طوارئ أنت مدرب مؤقت أنا في عندي نادي لا مشكلة عندي أنه ندرب قواعد أشبال صغار هي نادي الظفرة ونادي الكرامي السوري ما عندي مشكلة أنه هذول نادية أما ما تبقى أنا مدرب فريق أول هي بس النقطة اللازمة أنه سمعت تعبت الداول أنه مؤقت ما في مشكلة أنا بالنسبة إلي هلأ نحن بالنسبة للفريق طبعا لتلك الفريق ما غريب عليه بدأنا بالتمارين أنا رابع تدريب أو خامس تدريب الأمور كلها ما شيء عال عاد طبعا نحن الكل بيعرف أنه أسلوب فريق الظفرة من سنوات نحن عنا أسلوبنا واحد وكله بيعرفوا يعني الخاصم اللي بدوا يلعب معنا واللي ما بدوا يلعب معنا بيعرف أنه أسلوب الظفرة بيهتم بالوضع الدفاعي ومن ثم الهجوم المرتد ونحن عناصرنا بنبني على الأساس هذا هذا أسلوبنا نحن ما يوم من اليوم قلنا والله بدنا ننافس على بطولة الدورة ولكن قلنا ممكن نحن نسرق كأس نسرق كأس الخليج وهذا المصار معنا بسنوات الماضي وصلنا وصلنا مرتين لنهائي كأس صحيح مرئي في الدولة أصبح نحن ممكن طريق الكأس مباراة تنتين ممكن نوصلها أما أنا أقول الدورة بدوا نفس طويل بدوا إمكانيات بدوا يعني إمكانيات بشرية ومادية نحن نعرف أمورنا ونعرف وين حدودنا وما شونا عليها هذا الشيء اللي بيعرفوا الجميع يعني نحن بجوز ما يختلف شيء بسيط بالأسلوب تبعنا عن المدرب السابق ولكن الجميع بيعرف شو هو أسلوب نادل الزفرة جميل كابتن محمد على مستوى التغييرات اليوم حسب ما عرفنا أنه في تغييرات بتكون على مستوى اللاعبين الأجانب وممكن يكون على مستوى اللاعبين المواطني إذا كذلك نوضح أكثر على هذا الموضوع والله أستاذ أحمد نحن عنا مباراتنا مع الوصل ومباراتنا مع الوصل مصلي بالنسبة لإننا إذا الله وفقنا وجبنا نتائج إيجابية أنا صار عنا 18 أنا أنا أقول نحن الفرق ما بحاجة للتبديل لأنه يكفينا كام نقطاب الإياة والأمور جيدة بالنسبة لنا لأنه بتعرف نحن الموضوع المادي نحن محشورين له كثير أما إذا كان عكس ذلك ممكن نفكر بالبديل حسب حاجات أما لحد الآن نحن نفكر أنه عنا مبارات الوصل يعني مبارات الوصل كابتن محمد هل ممكن تخليكم تقررون في تغيير يكون على مستوى اللاعبين أم لا نعم نعم أستاذ أحمد ولكن نحن حاطين خطة أولى وحاطين خطة بديلة في حال مش الحال أمور طيبية في حال ما مش الحال بدنا نشوف المراكز اللي بدنا نغيرها ممكن نعزز الفريق فيها هذا الشيء ما تم أي مفاوضات أي لاعب حتى وإن كان المفاوضات كانت شفهية نعم نعم في بعض الفاوضات مع بعض اللاعبين الموجودين حاليا بدولة الإمارات وفتحنا قنوات وجاهزي القنوات بس على أعطاء الإشارة على مستوى المحترفين والمواطنين كابتن محمد على مستوى المحترفين أستاذ أحمد مستوى المحترفين نعم نتمنى لك تفضل كابتن محمد نحن لدينا مجموعة من المقيمين وصل عدد لعشرة مكرا عامين مباراة بين الرديف الأول والمقيمين فأنا الأفضل من أصل تسع لعبين بدنا مركزين وإن شاء الله نتوفى فيهم بكرا الله يوفقكم كابتن محمد ونتمنى كذلك أن نشوف فريق الظفرة مثل ما شاهدنا كذلك في فترات كأن نشوف الفريق حتى وإن كان يخسر لكن يأدي قدر يوصل لأكثر عن مرة إلى مرحلة بعيدة في سواء كاس الخليج العربي أو كاس صاحب السمو رئيس الدولة الذي وصل فيه طبعا إلى نهائيين إن شاء الله وأنا بقول بدي أعطي كل الشكر لرئيس أعضاء مجلس دارة السيق العطوني إياها وإن شاء الله أكون أنا خير خلف لخير السلف ومشكورين على هاللفت الكريم بارك الله فيك شكرا جزيلا لك شكرا كابتن محمد شكرا حياك الله شكرا جزيلا لكابتن محمد قويض المدير الفني لفريق الظفرة بو خليفة يعني ذكر بداية حديثا أنا ليس جديد على الفريق أنا موجود في النادي إذا لا كنت في الفريق الأول يمكن أن أكون مع الفرق الأخرى إذا لا كنت مع الفرق الأخرى مع اللجنة أو معك كمستشار كذلك في النادي كابتن محمد قويض يعتبر نفسه واحد من أبناء نادي الظفرة وأنه تحت أمرت الأمرت النادي في أي وقت وفي أي مكان وفي وقال لكم ناديين نادي الكرامة ونادي الظفرة وجميل هذا الشيء هذا الشعور جميل وهذا شيء يحسب للكبتن محمد قويط وأنه ليس مدرب طوارئ لأنه يعتبر نفسه واحد من النادي وفي نفس الوقت هو خيار ممتاز جدا أنا موجود ومتابع وقريب من الفريق ومتابع للأوضاع الكرة والدوري والفرق في دولة الإمارات فأعتقد أنه خيار جيد مثل ما هو يتفضل وقال في بداية الموسم أنه بعد انتقال المدرب السابق إلى الوحدة أنه مسك الفريق فترة لغاية ما كان المدرب المقال أنه كان جاهز إسلام الفريق ودخل أول مباراة في الموسم وحقق معه نتيجة إيجابية وكان في وضع جيد الفريق في بداية الموسم معه وهو يعني هذا الشي يعني يشوفه يوم اليوم في فريق الظفرة يعني ما أعتقد أنه من الفرق اللي بتنافس على الهبوط مثل ما ما نعتقد أنه من الفرق اللي تنافس على البطولة وهو نفس الشيء الكابتن كابتن محمد قويض قالها الكلام في نفس الوقت إحنا كشارع رياضي أو إحنا كمحللين ما ما نعتقد أنه الفريق من المستوى يعني أو الفريق غير مطالب كذلك أنه بالسوء اللي يدخل في دوامة الهبوط الفريق محتاج شوية تطبيط شوية تعديل شوية أمور كذا ممكن ممكن لعب أجانب استبدال بعض اللاعب الأجانب انتداب بعض اللاعب الأجانب يعني حسب إمكانيات المادية وأنه يصحح وضعها ويصحح وضعها في الجدوى على الأقل للموسم الحالي والموسم القادم لكل حادثنا حديث يعني يعني يكون هناك في مجال للتخطيط للموسم القادم لكن النقطة هي السلبية الوحيدة من الموضوع هذا كله عدم الاستقرار هذا عامل سلبي على الفريق عامل سلبي بدأ الفريق موسم بمدرب المدرب هذا التجاه إلى الوحدة مساكل كبتن محمد قويض فترة ودخال مدرب المدرب لدخال غادر ورجع لكبتن محمد قويض كل هذه أمور تأثر على الفريق وتأثر على وضعية اليوم الاستقرار مهم يعني للفريق من ناحية الأداء من ناحية الثقات فهم اللاعبين لطريقة المدرب المطلوب منهم والعمل المطلوب منهم هذا عدم الاستقرار يمكن نقطة سلبية الوحيدة يعني في وقت من الأوقات نحن كنا نضرب بالضفرة المثل في مسألة الاستقرار لكن اليوم نرى مسألة سلبية في الموسم الحالي جميل بإجاز أستاذ ضياء أنت مع العودة من جديد كذلك للكبتن محمد قويض لإدارة الفريق الأول هو مش عضية معه وضد وعلى فكرة هو خيار مناسب وجاهز أو الخيار الأنسب نبدأ الأنسب السؤال ليس للقوائد السؤال لإدارة شركة الكورة في الزفرة يعني هل ساعة ما تم التغيير لأول مرة كان بسبب عدم قناعة بالطموح الحالي أو أنا عاوزين يعني يرفعوا سقف الطموح للمنافسة مثلا لأن طول الوقت الزفرة كان يتحرك يعني في السناء موسم 2010 أو 2011 اللي هبط فيه كل الموسم الاحتراف كان يتحرك ما بين السابع تامن تاسع في المنطقة الدفئة أو الأمنة في وسط الجدول فهل إدارة شركة الكورة هناك لما حب التغير بمدارب أجنابي هل كان عندها يعني هدف ترفع سقف الطموح ولا يعني إيه الحكاية بالزبط لأن هي عندها إجابة للسؤال الممكن يحير يعني يعني هو الراجل مشكور بيرجع في وقت مناسب وبيلبي لكن هل أنتم قانعين بذلك طول الوقت ولا لبعض الوقت هذا سؤال مهم لأن دائما إذا كان في طموح يتغير مع الوقت فبيقول أنها مشقدة رحققه مثلا من خلال محمد قوائد فهل هو سقف الغاية أنه يكون في مركز آمن في الوسط ومحتاج مدرب يرفع به طموح لمستوى أعلى أم لا إذا كان قانع بذلك فأهلا جميل أنا أشكر لك جزيلا شكر لأستاذ رضياء والشكر كذلك موصول لك أستاذ أحمد حي إذن مشاهدين الكرام الشكر موصول لكم طبعا لحسن المتابعة والشكر موصول كذلك للأخوة في غرفة التحكم نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة قادمة من برنامج ملاعبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة